حسمت الشرعية معركة الولاء في مجلس النواب لصالحها إنجاز استغرق أكثر من عام ونصف ليتحقق على هذا النحو 140 نائب أعلنوا انحيازهم إلى جانب الشرعية لحين كانت الشرعية تحتاج إلى 135 نائب فقط لتحوز الأغلبية النيابية الخطوة باتجاه حسم الموقف النيابي من الأزمة والحرب بدأ بتجمع أعضاء مجلس النواب في جدة قبل أن يلتقوا ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وهو الحدث الذي أذن ببدء الترتيبات التي قد تتوجب التئام المجلس قريبا في العاصمة السياسية الموقتة عدن أنباء مؤكدة تشير إلى أن الاستعدادات تجرب الفعل لعقد جلسة لمجلس النواب بأغلبيته المنحازة للحكومة الشرعية بالعاصمة السياسية الموقتة عدن وبالتحديد في قاعة الاتحادية الواقعة في حقات بالقرب من قصر معاشيق الرئاسي لكن ترتيبات كهذه لم يسبقها تواجد مفترض للحكومة ولرأس الدولة الشرعية التي انحاز إليها المجلس وتواجد محافظة العاصمة المؤقتة عدن أيضا والذين لا يزالون حتى اللحظة خارج البلاد دون أسباب واضحة جمد الاتحاد البرلماني الدولي عضوية مجلس النواب اليمني إلى حين انعقاد هذا الأخير بأغلبية كافية تؤهله لاستعادة دوره كمؤسسة دستورية في البلاد وينشط معها عضويته في الاتحاد لذا يشعر الإنقلابيون بقلق شديد من تسرب ما تبقى من أعضاء الكترة البرلمانية لموالية لهم وانحياز أعضائها إلى الكترة البرلمانية الكبيرة المؤيدة للشرعية حسم المعركة البرلمانية يراه المراقبون تحولا هو الأخطر في مسار المواجهة السياسية والعسكرية التي تشهدها البلاد منذ انقلاب 21 سبتمبر 2014 ما قد يخيب آمالهم في المضي قدما في مغامرتهم المسلحة والاستحواذ على السلطة بقوة السلاح ترجمة نانسي قنقر